السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصفر الرابع معكم سيد زهراء صلاح من مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق أعزائي التلاميذ في درسنا هذا سوف نحل واجب الدرس السابق حل أسئلة مراجعة درس الحيوانات المركبة صفحة 48 الفكرة الرئيسة أولاً من الذي يميز الحيوانات المركبة؟ الإجابة حيوانات متعددة الخلايا تحتوي أجسامها على تراكيب متخصصة تنجز وظائفها المفردات ثانياً لماذا يعد البطريق من الطيور؟ الإجابة غطاء الجسم الريش طرفاه الأماميان أجنحة ووجود المنقار ويتكاثر بالبيض ثالثاً ما الحيوانات التي يغطي جسمها الشعر وترضع صغارها الحليب؟ الإجابة اللواء رابعاً ما الذي يميز الطيور عن غيرها من الحيوانات؟ الإجابة عندنا الاختلاف التشابه الاختلاف أولاً الاختلاف هنا نكتب الطيور وهنا بالاختلاف نكتب الحيوانات الأخرى الطيور تم تلك ريش يغطي جسمها ومنقار الحيوانات الأخرى غطاء الجسم متنوع ولا يحوي الريش التشابه تتشابه جميعها في أجزاء الجسم خامساً ما الذي ساعد في انتشار الطيور على الكرة الأرضية؟ الإجابة قدرتها على الطيران والوصول إلى أماكن بعيدة ولبعض أنواعها القدرة على التكيف والعيش في كل البيئات فضلاً عن تكاثرها السريع اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي سادساً أي الحيوانات التالية من الزواحف؟ الإجابة دال التمساح سابعاً ماذا يكسو أجسام الأسماك؟ الإجابة باء القشور الآن عزاء التلاميذ سنتكلم عن الفصل الثالث دورات حياة النباتات الدرس الأول دورات حياة النباتات اللازهرية الدرس الثاني دورات حياة النباتات الزهرية الآن سنتكلم عن الدرس الأول من الفصل الثالث دورات حياة النباتات اللازهرية سيتعلم في هذا الدرس النباتات اللازهرية هي التي لا تمتلك أزهاراً النباتات اللازهرية تمر خلال حياتها بمراحل متنوعة دورات حياة النباتات اللازهرية تتأثر بظروف البيئة عزاء التلاميذ أن النباتات لها دورة حياة ما دورة حياة النبات؟ شن هي دورة حياة النبات؟ دورة حياة النبات مراحل يمر بها النبات منذ الإنبات وحتى اكتمال نموه ولجميع النباتات دورات حياة لكن تختلف دورة حياة النباتات باختلاف نوع النباتات وبيئته لماذا تختلف دورات الحياة؟ تختلف بسبب تنوع النباتات نباتات ولاحظ وأتساءل تمر النباتات اللازهرية بمراحل نمو مختلفة الآن سنتعلم في هذا الدرس ما هي النباتات اللازهرية وكيف تتكاثر وما مراحل دورة حياتها عزاء التلاميذ أن النباتات بصورة عامة تصنف إلى مجموعتين رئيسيتي مجموعة النباتات اللازهرية والنباتات الزهرية وأن كل النوعي النباتات الزهرية واللازهرية تصنع رذائها بنفسها بعملية البناء الضوئي لاحتوائهما على المادة الخضراء ما هي النباتات اللازهرية؟ ما المقصود بالنباتات اللازهرية؟ نباتات لا تكون أزهارا ولا تتكاثر بالبذور بل تتكاثر بالأبواء النباتات اللازهرية لا تمتلك من اسمها لازهرية يعني لا تمتلك أزهار ولا تتكاثر بالبذور لا تتكاثر بالبذور لأنها لا تكون أزهار لأن البذور تتكون عادة في الأزهار لكن تتكاثر بالأبواء من أعزائي التلاميذ ما الذي يميز النباتات اللازهرية؟ شنو بها شي مميز يميزها؟ إنه هي لا تمتلك جذورا وسيقانا وأوراقا حقيقية ولا تمتلك أزهار أعزائي التلاميذ لماذا لا تكون النباتات اللازهرية بذورا؟ قلنا لأنها لا تمتلك أزهارا والبذور تتكون في الأزهار الأبواق ذكرنا أنه النباتات اللازهرية تتكاثر بالأبواق الآن نتعرف ما هي الأبواق؟ الأبواق هي خلايا تكاثرية تنمو لتكون نباتات جديدة عند توافر ظروف مناسبة أنه الأبواق هي خلايا تكاثرية تنمو لتكون نبات جديد بشرط أنه تتوفر لها ظروف مناسبة هي التربة الرطبة نلاحظ في هذه الصورة التي أمامكم أعزائي التلاميذ هذه الصورة هذه الصورة هذا سطح ورقة نبات سرخسي هذا سطح السفلي السطح السفلي للورقة توجد محافظة الأبواق على السطح السفلي للورقة يوجد في داخلها الأبواق نلاحظ هذه البقاء البنية هذه هي محافظة الأبواق وتوجد في أسفل سطح الورقة أسفل سطح الورقة نلاحظ شكلها أمثلة على النباتات اللازهرية مثل النباتات الحزازيات والسرخسيات نلاحظ في هذه الصورة هذه نبات سرخسي هذا هو النبات السرخسي ذكرنا أن جميع النباتات لها دورات حياة تتمثل بمراحل نمو وتغيير تتمثل بمراحل نمو وتغيير تمر بها خلال حياتها وش وقت تمر بها؟ منذ الإنبات حتى اكتمال نموها ما المقصود بدورات الحياة هي مراحل متسلسلة من النمو والتغيير تمر بها النباتات خلال حياتي منذ إنباتها حتى اكتمال نموها سؤال عزائي التلامي ماذا يحدث للنباتات اللازهرية إذا لم تكون أبواغ؟ ذكرنا أن الأبواغ هي خلايا تكاثرية تنمو لتكون نبات جديد إذا لم تتكون أبواغ لن يتكون نبات جديد وبالتالي ماذا يحدث؟ تنقرض النباتات اللازهرية سؤال بماذا تشبه الحزازيات والسرخصيات النباتات الزهرية؟ ذكرنا أعزائي التلاميذ بأن النباتات الزهرية والنباتات اللازهرية اثنينتهم شنو يصنعون غداءهما بنفسهما بعملية البناء الضوئي إذن بماذا تتشابه الحزازيات والسرخصيات النباتات الزهرية؟ أن كليهما يصنعون غداءهما بنفسهما وأيضا بعد أنه تنمو وتتكاثر نلاحظ في هذه الصورة عزائي التلاميذ هذا نبات حزازي نبات حزازي نلاحظ أيضا في هذه الصورة التالية صورة توضح لنبات الفيونارية أيضا من النبات حزازي يحتوي على هذه محافظ الأبواغ محافظ الأبواغ يوجد بداخلها الأبواغ هذه صورة أخرى توضح نبات الفيونارية نبات الفيونارية نلاحظ هذه محافظ الأبواغ تحتوي بداخلها على الأبواغ اللي هي الخلايا التكاثرية للنبات اللازهري ذكرنا أنه يمر النبات بمراحل دورة حياة ونحن نتعرف على مراحل دورة حياة النباتات اللازهرية النباتات اللازهرية لها دورة حياة تمر بمراحل متعددة وتتباين منه إلى آخر ذكرنا أنه دورة الحياة النبات تكون مختلفة تختلف باختلاف نوع النبات وبيئته أولا مراحل دورة حياة نبات حزازي ما هي الحزازيات؟ هي نباتات صغيرة بسيطة تركيب لها أشباه جذور وسيقان وأوراق وليس لها إزهار بماذا تتكاثر النباتات الحزازية؟ بالأبواع وتتم دورة حياتها بمراحل متعددة ما مراحل دورة حياة النبات الحزازي؟ سنتتكلم عنها ثلاث مراحل أعزائي التلاميين هل تختلف مراحل دورة حياة النبات الحزازي عن دورة حياة نبات الباقلاء؟ نعم تختلف لماذا؟ لأن النبات الحزازي هو نبات لا زهري يمر بمراحل دورة حياة بدورة حياة تختلف عن دورة حياة نبات الباقلاء اللي هو نبات زهري وكذلك ذكرنا أن دورات الحياة تختلف باختلاف نوع النبات الآن سنتكلم عن مراحل دورة حياة النبات الحزازي يمر بثلاث مراحل أول مرحلة هي مرحلة تكوين الخلايا التكاثرية المرحلة الثانية هي مرحلة الإنبات ومرحلة تكوين الأبواق نلاحظ في هذه الصورة هي دورة حياة نبات حزازي نلاحظ في هذه الصورة دورة حياة النبات حزازي أول مرحلة أعزائي التلاميذ هي مرحلة تكوين الخلايا التكاثرية في هذه المرحلة ينتج النبات الحزازي المكتمل النمو خلايا تكاثرية أنثوية وذكرية أنثوية وذكرية عند إنتاج الخلايا التكاثرية الأمثوية والذكرية تتم المرحلة الثانية هي مرحلة الإنبات في هذه المرحلة يتم اتحاد الخلايا التكاثرية الأمثوية والذكرية مع بعضها لتكون نباتا جديدا بسيط له ساق سويق وأشباه جذور وأشباه أوراق ينضج النبات الحزازي في المرحلة التي بعدها هي مرحلة تكوين الأبواق المرحلة الثالثة ينضج النبات الحزازي ويكون أبواق هذه الأبواق تنتشر في التربة الرطبة مرة أخرى لتعيد دورة الحياة يتعيد دورة الحياة ثانيا مراحل دورة حياة نبات سرخصي ما هي السرخصيات؟ هي نباتات بسيطة لها جذور وسيقان وأوراق وليس لها أزهارا تتكاثر السرخصيات بالأبواق كالنبات الحزازي وتتم دورة الحياة بمراحل متعددة أيضا السرخصيات تتكاثر بالأبواق وتتم دورة حياتها بمراحل متعددة نلاحظ في هذه الصورة هي مراحل دورة حياة نبات سرخصي ثلاث مراحل هي مرحلة تكوين خلايا التكاثرية مرحلة الإنبات ومرحلة تكوين الأبواق الآن عزائي التلاميذ سوف نشاهد فيديو يوضح مراحل دورة حياة نبات سرخصي ذكرنا عزائي التلاميذ النبات السرخصي يحمل محافظ الأبواق على السطح السفلي من الأوراق نلاحظ هذا السطح السفلي من الورقة هذا السطح السفلي وهذه هي محافظ الأبواق ذات اللون البني يوجد بداخلها الأبواق تسقط الأبواق نلاحظ تسقط الأبواق على التربة تحملها الرياح لمسافات بعيدة نلاحظ تحملها الرياح لمسافات بعيدة في حال توفرت الظروف المناسبة للأبواق هي التربة الرطبة نلاحظ توفرت الظروف المناسبة هنا هنا تبدأ مرحلة الإنباط سوف تتحد الخليتان الأنثوية والذكرية نلاحظ هذه الخلايا الذكرية وهنا الخلايا الأنثوية نلاحظ الخلايا الأنثوية سوف تتجه الخلايا الذكرية نحو الخلايا الأنثوية نلاحظ سوف تتجه نحوها وتتحد مع بعضها لتكون نباتا بسيطا له سويق وجذر وأوراق وهنا سوف تبدأ المرحلة الأخيرة مرحلة تكوين الأبواء هنا ينضج النبات السرخسي ويكون أبواغا تنتشر في التربة الرطبة ونلاحظ تعيد دورة حياتها من جديد وسوف تسقط الأبواغ أعزائي التلاميذ لاحظنا في الفيديو مراحل دورة حياة النبات السرخسي وكيف تتم على ثلاث مراحل هي مرحلة تكوين الخلايا التكاثرية مرحلة الإنبات ومرحلة تكوين الأبواء السرخسيات والحزازيات نباتات لا زهرية تتكاثر بالأبواء لماذا لا تكون نباتات الحزازيات والسرخسيات بذورا؟ لأن كل من النباتات الحزازية والسرخسية لا تكون أزهارا وتتكون البذور عادة في الأزهار ملخص مصور النباتات اللازهرية لا تكون أزهارا ولا تتكاثر بالبذور ومنها الحزازيات والسرخسيات تتكاثر النباتات السرخسية والحزازية بالأبواء الى هنا اعزائي التلاميذ ينتهي درسنا لهذا اليوم واجبكم حل اسئلة مراجعة الدرس صفحة 59 دمتم في امان الله وحفظه